سباح الفلة عن ناس الحلوة الترند الجديد للشهر الكريم كلنا سمعنا عن ترند الأشطوطة اللي قالي باليوتيوب بس الأمر اللي معانا ده طعم وشكل ملهمش حل لا تقولي لأشطوطة ولا مددلع مكس رهيب بين المددلع والأشطوطة وده هو الترند الجديد اللي حيقلب الدنيا بطريقتين في التشكيل خرافة دايماً بزبوسة عندها الجديد كل خطواتها سهلة وبسيطة ندخل ونشوف الجمال والأمر ده عملناه ازاي بس الأول نحط لايك للفيديو تعليق حلوة كده منكو واشتراك في القناة لو لسه جداد على القناة وقبل ما ندخل على الطريقة لازم نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى أول طبقة هنحضرها كلنا شطرين فيها وبنعملها بامتياز بس في طريقة بسيطة حبيت إني أشاركها معاكو ولقيتها بتوفر في الوقت معايا كوباية من الرز المصري ربع كيلو ميتين وخمسين جرام هنخسله حلو وبعدين هنسويه زي الرز العادي اللي بناكله بالزل بس هضيف المية ضعف بمعنى كوباية الرز عليها كوبايتين من المية أنا عاوزاك كأنك عملت الرز وطلع منك معجن ضفته في الحلة وهزود عليه كوبايتين من المية الصخنة أنا غالياها عشان ما ياخدش معايا وقت في السوا نرفع الحلة على النار وأول ما يتشرب المية هنبتدي نهد النار عليه لمدة خمس دقائق وبعد كده ده شكله كأنك عامل الرز معجن بالزبط طريقته سهلة كده وبسيطة بيوفر كمان معانا في الوقت جبت حلة كبيرة وبدأت إن أنا زود فيه الرز اللي احنا سويناه بعد كده هبتدي أضيف لتر وربع من اللبن ونقلب الرز كويس جدا عشان نفكه لو فيه أي تكتلات أرفع الحلة على النار مع تقليب مستمر هي الحلة هتاخد غلوتين اتنين بس لأن الرز مستوي معانا مش هضيف أي نشان هائي أنا هكتفي بالنشان اللي خرج من الرز ولو حابة تاخدي جزء من الخليط وتخلطيه في الخلاط وتزوديه ما فيش أي مشكلة زي ما تحبي كمية السكر اللي هنضفها على الرز كوباية بما يعادل 11 معلقة كبيرة الكمية دي مظبوطة جدا ما تقلقيش ندوب السكر حلوة قوي انت ممكن تدقي لو حابة السكر زيادة ممكن تزودي دبرحتك انت في الوقت ده بعد ما دوبت السكر هنزود معلقة كبيرة من الاشطاء اللي هي وش اللبن لو متوفرة عندك لو مش متوفرة ممكن تشيليها خالص من الوصفة ومعايا معلقتين كبار من الكريم شنطيه البودر انا ضرباها بشوية مية بالمضرب اليدوي عشان كده تقيلة معايا هبتجي بقى ادوبهم حلوة قوي بعد ما قلبت كل المكونات حلوة قوي اخر حاجة معايا معايا 3 كياس من الفانيليا بما يعادل 6 جرام هبتجي ازودهم على الرز بلبن وبسم الله ما شاء الله رز بلبن كريمي وناعم وطعمه بصراحة يجنن كأنك شرياء من بره بالزبط كده الرز بلبن جاهز معنا شايفين تقيل ازاي وكريمي ما شاء الله نحضر الصينية اللي هفضي فيها الرز بلبن او البولات الصغيرة او الكبيات اللي متوفرة عندك بصي يا قلبي ما تزوديش رز بلبن في الصينية كتير احنا عايزينها بطول عقلة صوبة لاني لسه معايا طبقات تانية هنزودها على الوش ومعايا البولتين الصغيرين دول هبتجي احط فيهم رز بلبن ونركنهم على جنب لحد ما يبرادوا تماما قبل ما نحط عليهم باقي الطبقات ندخل على التقيل واول حاجة هنعمل كنافة بابلز بحجم صغير جدا معايا كنافة كنت محمراها وانفرزاها في الفريزر اخدت جزء بسيط على قد الوصفة وهزود عليها سوس كراميل وممكن تزود عليها سيراب تقيل ونقلبها حلوة قوي عشان تتغلف بالكراميل في الوقت ده هبتدى يجيب المعلقة المعيارية الصغيرة او اي معلقة متوفرة عندك وابتدى حط كمية صغيرة واضغط عليها وابتدي اخر رجا هتطلع معانا زي الكورة الصغننا نص دايرة شكلها زي الامر وحلوة قوي بعد ما خلصي الكمية هدخلها الفريزر لمدة عشر دقايق يدوب تجمد معانا شوي المرحلة اللي بعدك كده وهي نوع الفواكه اللي متوفر في قلب بيتك ان شاء الله نوع واحد بس مفيش اي مشكلة بصراحة رحت السوق وجبت ربع فراولة وربع موز وربع تفاح وجبت اتنين كيوي بخمسة جنيه وما خبيش عليكم بصراحة كان عندي برطة قناية في قلب البيت وكمان المنجل اللي كنا نفرزنها مع بعض في فيديو بقبل كده الكمية الصغيرة دي كفت الوصفة وفاض معايا كتير شدتهم لوصفة تانية غسلت الفاكهة حلوة قوي وقطعتها لمكعبات صغيرة وبالنسبة للموز والتفاح انا عصرت عليهم لمون عشان ما يسودوش معانا ولفتهم بكيسة وركنتهم على جنب ودي المنجل اللي كنا نفرزنها مع بعض ما شاء الله ندخل بقى على المكون الاخير اللي معانا انا عملت معاكو بسبوسة على القناة واخدت نص الصينية بالشكل ده وقطعتها لمكعبات صغيرة جدا واخدت نص تاني وهرسته عملت زي حبيبات الرملة كده وحنشوفها معانا في الوصفة جبت اول طبقة معانا وهبتدى حط اول طبقة معانا وهي الكنافة حوزحها حلوة قوي عايزها بصمكة خين او بصمكة رؤية زي ما تحب يعني عايزة الكنافة كتير او قليل ده يرجع ليك انتي معايا صوس كراميل حبتدى حطه على وش الكنافة بالشكل ده قبل ما حط الطبقة التانية ممكن تحط بقى صوس شوكولاتة اي صوس تحبيه ده برحتك انتي وجبت البسبوسة اللي كنت هرساها بالشوكة بالشكل ده وحبتدى اوزحها على الوش والكمية اللي حباها انا قلتلكم ان انا هعمل تلات اطباق بتزيين مختلف او طبقين كل طبق بتزيين مختلف ومعايا كريم شانتي وحط عليه صوس كراميل بس مخلي ياه خفيف شوية مش تقيل حبتدى بقى اوزحه على الوش الكريم شانتي اللي تحطيه على الوش كل ما بيكون خفيف شوية كل ما بيكون احلى واطعم بكتير سويت الوش حلوى قوي بعد كده هجيب منديل وامسح الزيادات وبعد كده هزين الوش بسوس الكراميل بالشكل ده هعمل خطوط وبعد كده هجيب خلة وابتدى اعمل خطوط بالطول بالعرض وده بيكون الشكل النهائي لأول طبق معنا الطبق الثاني هبتدى اوزح فيه اول حاجة طبقة البسبوسة وبعد كده طبقة بسيطة من الكنافة وبعدين تحط الفواكه اللي انت حباها اي نوع تحبيه زوديه ان شاء الله حتى نوع واحد بعد ما حطينا جميع الفواكه على الوش بالشكل ده هبتدى بقى اجيب صوس الكراميل اللي هو بيكون موجود في باكة الكريم كراميل او ممكن تعملي صوس كراميل برحتك انتي هبتدى بقى احطه على الوش وده الطبق الثاني وده تزيين الثاني يعتبر كده معنا اتنين من التزيين او تشكيل الاطباق حاجة كده بصراحة في منتهى الجميع ندخل بقى على الطبق الكبير وده ليه تزيين مختلف خالص عن الاطباق الثاني البسبوسة اللي امطعناها مكعبات هبتدى اوزحها على الوش بالشكل ده ما بين كل واحدة واحدة بنسيب فراغ ونجيب الكنافة البابلز وابتدي احطها ما بين الطبقات زي ما انتو شايفين وهي مسكة نفسها مش هتفك نهاي لاني حطي نوعها في الفريزر لمدة عشر دقايق وبعد كده هنجيب الفواكه ونوزحها ما بين الطبقات اكيد انتو شايفين كل الخطوات وكل التفاصيل بصراحة احلى صنية كنافة هتعمليها لا تقولي لمدة اللعة ولا تقولي للاشطوطة بجد مكس رهيب جدا بين الفواكه والبسبوسة والكنافة والرز بلبن بصراحة احلى واطعم طبق هتكليف حياتي كنبلة بجد تحليط رمضان الجديدة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها مفيش ابسط منها وطبق شامل كل الفواكه وكل الحلويات الشرقية والرز بلبن كمان ونحط على الوش سوس القرامل او سوس الطوفي او اي سوس تحبيه بالنسبة للسكر سكرها مزبوط جدا ما تقلقيش هي مش هتكون محل ونقوي السكر بتاعها مزبوط جدا لاني جربتها ودقتها عشان كده بقولكو ما تزودوا السكر ولا تقللوا سكر الكمية دي حلوة قوي والسوسات اللي احنا حطناها او اي حاجة زودناها ما تقلقيش كلها مزبوطة 100% لما تجربيها هتقولي يا بزبوصة طعمها يجنن كنبلة بجد احلى اطباق حتاكلوها في الشهر الكريم وممكن كمان تعمليها في الايام العادية بصراحة انا مدخلتش الطبق التلاجة وبدأت ان انا اخد عشان اوريكو الطبقات والطعامة والحلاوة بصراحة طحفة جدا يعني الرز بلبن لسه دافي ما سقعش معانا انا مدخلتش الطبق ايه رأيكم النهاردة في الترند الجديد بتاع بزبوصة طبق كامل متكامل من جميع الفواكه والحلويات والرز بلبن كمان يعتبر الرز بلبن بطريقة جديدة وبسيطة وكمان البزبوصة او الكنافة اتمنى منكو تجربوها ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا تعليق حلوة كده البزبوصة لاني بجد بيفرحني وبيشجعني ان انا اعمل وصفات حلوة ليكم وتشتركوا في القناة لو لسه جدادة على القناة وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة ولو في وصفة انتو حبينها اكتبوا لي في التعليقات وانا هعملها دمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة